عندما نتحدث عن السينيوريات المستقبلية هذه تعتمد اعتماد كبير جدا على تقدير الموقف لدى كل الأطراف ما هو متاح الآن يبدو أن تقدير الموقف يشير إلى أن القوات الإسرائيلية في وضع صعب جدا حتى وأنها تحمل صراحة ما تحمله من قوة تدمرية كبرى بالمقارنة مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة ولكن في موقف صعب من حيث أنها قد لا تكون قادرة على غزو بري من أجل إقناع الشارع الفلسطيني الإسرائيلي بأنها تريد أن تنتقم لما جرى هذا اليوم لأنه ما جرى هذا اليوم هو نقطة تحول استراتيجي في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بمعنى أنه كان هناك خرق أمني كبير جدا خرق عسكري كبير جدا أيضا البعد النفسي اليوم أنا أعتقد أن حركات المقاومة الفلسطينية استطعت أن تصيب البعد النفسي بمقتل سواء للشعب الإسرائيلي ودولة الاحتلال وقوات الاحتلال الإسرائيلي يعني يمكن ستصعد إسرائيل من ضرباتها باتجاه غزة سيكون هناك ضحايا كثر مدنيين في قطاع غزة هذا أحد السنوريات المستمرة الآن للحديث عنها سيحاول أن يرد الصاع صاعين من أجل إرضاء الداخل الإسرائيلي وخاصة لديه حكومة متطرفة جدا في إسرائيل قد تكون الحكومة الأكثر تطرفا في الكيان الإسرائيلي لكن أيضا بالتالي هو يعلم أن هناك ضغوطات كبيرة جدا استطاعت المقاومة الإسلامية أن تضعها الآن في مستوى التحليل عندما نتكلم عن مستوى التحليل ماذا سيجري غدا المقاومة الفلسطينية استطاعت أن تضع سلوك أو تحدد السلوك الإسرائيلي كما أنها استطاعت أن تعيد أيضا رسم السلوك المجتمع الدولي في ضرورة التعامل مع القضية الفلسطينية وكأنها قضية أعيدت إلى طاولة المفاوضات من جد ترجمة نانسي قنقر